أفادت بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة أنمها بمقتل أربعة مدنيين من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال إثر تعرضهم لانفجار لغم من مخلفات الميليشيات الحوثية في مديرية الحواك بمحافظة الحديدة وأوضحت أنمها أن هذا الحادث المأساوي يسلط الضوء مرة أخرى على المخاطر التي يواجهها مواطنو الحديدة وخاصة الأطفال بشكل يومي أثناء ممارسة حياتهم اليومية ودعت البعثة الأممية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتطهير المناطق الملوثة